ينضم إلينا مراسل والغد من كييف محمد الفلنيش ومن برلين يامان شواف ومن لندن عمر المنيري أبدأ معك محمد الفلنيش من كييف هل ظهرت ملامح الطريق الذي ستسلكه كييف في ظل تطورات الحاصلة إلى الآن؟ نعم سهام كييف جاء البيان في الاتجاه الذي يراه الكثير من الأوكرانيين وهو بالدفاع بالتوجه الدبلوماسي لكن بلغة أخرى وبلغة بعض المراقبين يرون أن الأمر أو الخيار ليس بيد كييف في الدفع بالدبلوماسية بل الأمر في الاتجاه بين واشنطن وبين موسكو وحلف شمال أطلسي هذه الأمور جعلت القيادة الأوكرانية أو الحكومة الأوكرانية بين أمراني أحلى هم مروا صراع بين واشنطن وموسكو بين لندن وموسكو بين حلف شمال الأطلسي وموسكو ومن يؤدي الفاتورة والتهديد هي أوكرانيا روسيا تطالب بالضمانات القانونية عندما تريد ردا مكتوبا أو كتابيا لكي تتعاهد الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة حلف شمال الأطلسي بأن لا يعطي أو لا يدعم عضوية أوكرانيا في هذا الحلف وأن يسحب الترسنة العسكرية من دول جوار الروسي هذا الأمر تراه روسيا بأنه يهدد أمنها ويهدد استقرارها أوكرانيا ترى أمر آخر ترى أنه لا بد من أن تكون الدولة ذات التوجه الأوروبي القوية المحصنة وفي ذات الوقت تحافظ على علاقاتها مع روسيا بمعنى أن تكون جسر بين الشرق والغرب لكن موسكو يبدو أنها لا تثق في أن تكون هناك ترسنة عسكرية على حدودها التحركات العسكرية الجوية البرية البحرية للجيش الروسي أو للقوات الروسية تضع احتمالات هنا كبيرة جدا بأن الحرب باتت وشيكة سهام الاختلاف فقط هنا هل هذه الحرب ستكون مباشرة أم أنها ستكون الانفصاليين الموالون لروسيا نيابة عن روسيا كان هناك خطاب للرئيس الأوكراني زيلنسكي كان يثني على المحادثات التي جمعت بين روسيا والدول الأوروبية في هذا الخصوص هل يعني هذا الثناء الأذهاب في اتجاهها الدبلوماسية أو يعني خفض لهذا التصعيد الذي رأيناه في الأيام الماضية أوكرانيا طالما حاولت أو على الأقل الحكومة الأوكرانية التواصل مع الرئاسة الروسية أو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر ولكن القيادة الروسية مصر على أن التعامل مع واشنطن وعلى أن من يتجه إلى التسليح العسكري القوي هو حلف الشمال الأطلسي وبالتالي ترى موسكو أن الخطاب هو مع واشنطن وليس مع كييف كييف أصبحت اليوم تعاني من الانفصاليين المدعومين من روسيا والذين سيطروا على 80% تقريبا من منطقة دومباس وبالتالي ضاعت كذلك من أوكرانيا شبه جزيرة القرب أوكرانيا كلما دخلت هذا الصراع يضع تضيع جزء من أراضيها هناك مواطنون كذلك أوكرانيون موالون لروسيا صحيح أن الأغلبية موالون للحكومة الأوكرانية ودود توجه الغربي لكن هناك حسب المناطق خاصة في الجنوب والشرق هناك حضور للعلاقات الروسية وهناك مواطنون يريدون أن يحافظون على هذه العلاقات لكن الاستياء المسكوت عنه هنا في كييف هو أن الغرب وواشنطن ولندن لا يردوا على التحرك الروسي بنفس الوزن وإنما يهددوا بعقوبات اقتصادية وحد الخبراء قال لنا في اجتماع رسمي أن العقوبات لا تعني شيء هناك عقوبات اقتصادية على روسيا يستفيد منها الغرب وأوكرانيا تضيع لها الأراضي وبالتالي هذا الأمر أصبح هنا الكثير الآن يتجه إلى الخطاب الدبلوماسي لكن السؤال هل موسكو ستخضع لطلب كييف بأن تتجه إلى الخطاب الدبلوماسي صحيح أنه هناك أسبوعين على الأقل هناك نفس في المفاوضات لكن كل شيء جاهز طالما أن روسيا يوم أمس قالت أنها إذا لم تتلقى ضمنات من حف شمال أطلسي وواشنطن ستتخذ الخطوة المناسبة ابقى معنا محمد نذهب إلى برلين مع يمان شواف يمان هل خط الغاز نوردستريم 2 هو الورقة الوحيدة للضغط على روسيا بيد برلين والحلفاء أم هناك عقوبات أخرى قد تلوح بها برلين طبعا وفقا لتصريحات وزيرية الخارجية الألمانية أو كلمتها اليوم أمام البرلمان الألماني وأيضا قبل قليل كان هناك بيان طويل من الخارجية الألمانية كان يتحدث في الدرجة الأولى عن الوضع والتوترات على الحدود الروسية الأوكرانية وقال أن العقوبات ستكون واسعة في حال قامت روسيا بغزو الأوكرانية حتى نوردستريم 2 سيكون على الطاولة بمعنى أن هذه العقوبات لن تشمل ورقة فقط خط أنابيب الغاز المثير للجدل بل إنها ستكون هي عقوبات واسعة وهي رادعة ربما وهذا الخيار تقول برلين أو بيان الخارجية الألمانية المفصل لا تريد برلين أن تذهب لهذا الخيار وتأمل أن تكون الطرق الدبلوماسية والحوار هي الوسيلة لتخفيف هذا التصعيد في البيان قالت أيضا هناك أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الروسية الأوكرانية والمدرعات والأليات العسكرية ولا تزال موسكو تحشد قواتها على الحدود نحن لا نفهم لماذا وما الذي تريده موسكو بالضبط وقالت أنه هذه الورقة التي تقول موسكو أنها ضمانات هي تتعارض مع أمن الاتحاد الأوروبي بمعنى أن هذه الورقة مرفوضة طبعا وفقا لهذا البيان المفصل لذلك في الوقت الذي تلوح فيه برلين بهذه العقوبات الواسعة ولا تستبعد حتى نوردستريم 2 في ذات الوقت أيضا تتحدث عن الدبلوماسية وهنا ما يصفها البعض بسياسة ربما العصى والجزرة تلوح بالعقوبات في حال فكرت روسيا بغزو أوكرانيا ومرة أخرى تقول أنها تولي الأولوية وتعطي الدفع أكثر باتجاه الحل الدبلوماسي وهو ربما ما تريده برلين بالتنصيق مع دول في الاتحاد الأوروبي وهذا أيضا ما جاء في البيان وهذا يعود بطبيعة الحال إلى القلق من أن التصاعد في هذه التوترات قد ينزل إلى العنف وإلى المواجهة العسكرية وهو ما لا تريده برلين يبقى معنا يمن شواف نذهب إلى بريطانيا والموقف البريطاني مع عمر المنيري عمر إلى أين يتجه الموقف البريطاني في حال غزت روسيا أوكرانيا؟ هل يذهب إلى الدبلوماسية أم إلى العواقب؟ خاصة أنه في كذا مناسبة كان بوريس جونسون قد حذر روسيا من عواقب لا تحمد عقباها ربما ليس اليوم ولكن تكررت هذه التهديدات إلى أين يتجه الموقف البريطاني عمر؟ نعم الموقف البريطاني لا يريد السماح للنفوس الجديد لروسيا في أوروبا الشرقية أو حتى في أوروبا سنسمع وطيرة تصعيد كبيرة من بريطانيا وخصوصا أن بن والس وزير الدفاع البريطاني والمتواجد حاليا في ألمانيا وسيتجه إلى روسيا لاجتماع مقرر ما بينه وبينه نظيره الروسي قال أنه متشائم بطريقة منع روسيا من غزو أوكرانيا وهذا معناه أنه بريطانيا ترى أن روسيا ستقدم بالفعل على غزو أوكرانيا ومن تم تساعد بريطانيا هذه الحدة نتحدث أيضا عن توبياس إلود وهو رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني الذي قال أن روسيا لديها الآن أفضل وقت منه تستغل بص نفوذها على أوروبا الشرقية وأنها تستطيع غزو أوكرانيا بسبب ضعف الانتحاد الأوروبي وبسبب ضعف أوروبا بشكل عام وأيضا بسبب ضعف النيتو وهذا معناه أن البرلمان البريطاني أيضا يريد أن يصاعد الموضوع كذلك كانت وزيرة الخارجية يوم أمس لستروس التي أكدت أنه ربما سيكون هناك عقوبات اقتصادية موجهة خصوصا للرئيس الروسي بلاديمير بوتين وربما هناك حزمة من العقوبات الاقتصادية الصرمة بجانب تصريحات مختلفة تؤكد أن بريطانيا سترسل المزيد من المساعدات العسكرية للدول الجوار مثل سلفينيا مثل الماجر مثل أبولندا كما حدث بالفعل صحيح أنها أرسلت قوات دفاعية لكن على الأقل هذه الأسلحة الدفاعية ربما ستؤثر فيما سيحدث في المستقبل أيضا لا ننسى أن هناك تصريحات مختلفة من مصادر وزارة الدفاع تقول أن هناك تفكير في أن يتم إرسال عدد من القوات البريطانية لكن هذا خيار من الخيارات المطروحة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك النيتو لإرسالها الموقف البريطاني متطابق تقريبا مع الموقف الأمريكي وزيارة أبن واجتماعه المرتقب مع وزير الدفاع الروسي يؤكد أن هذه ربما آخر ظروف الدبلوماسية ومن ثم سيكون هناك تحركا الجميع يتوقع أن روسيا لن تفوت هذه الفرصة وربما ستقدم على غزو أوكرانيا لكن كيف سيكون المنع أو وقف هذا النفوذ أو على الأقل تصعيد أو استعراض القوة أمام روسيا أنه كيف ستواجه هذه العقوبات الاقتصادية المختلفة والتحرك العسكري إذا ما لازم الأمر من قبل النيتو أو القوات الأمريكية أو القوات البريطانية بحسب هذه المصادر شكرا جزيلا لك عمر المنيري مراسل الغد في لندن الشكر موصول إلى يمان شواف مراسلنا في برلين والشكر أيضا الجزيل لمحمد الفنيش مراسلنا في كييف مراسلها الغد شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم